مساء الخير من خمس ايام وتحديدا يوم 6 فبراير محكمة العدل الدولية انتخبت رئيس جديد لهيئتها هو القاضي اللبناني نواف سلام اللي هيرأس المحكمة لمدة 3 سنين بعد ما انتهت ولاية الامريكية جون دونوجو اللي سبق وجهت ليها رسالة والنهاردة بنتهز الفرصة عشان اكرر رسالتي لعدالة المحكمة ورئيسها الجديد السيد المحترم القاضي الجليل نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية المنتخب تحية طيبة وبعد بكلم حضرتك بصفة مواطنة مصرية عربية البهوة جحة من جرائم الكيان الاسرائيلي المحتل ضد الفلسطينيين جرائم لا بتعترف ولا بزمن ولا بحدود ولا بقانون ولا قواعد ولا اي تشريعات دي رسالتي التانية لرئيس محكمة العدل الدولية المحكمة اللي بدت لإسرائيل مهلة لمدة شهر عشان تثبت للعالم انها مش بترتكب جريمة ابادة جماعية في غزة رسالتي الاولانية كانت للقاضية جوان دونوجو رئيس محكمة العدل الدولية اللي انتهت ولايتها وكنت بقولها فيها انه عدالة المحكمة خزلتنا لما ما وصتش بوقف فوري لاطلاق النار في غزة رغم انها عملت العكس في حالة اوكرانيا لما طلبت روسيا بوقف الحرب فورا موقف المحكمة الدولية ادى للعالم مبرر انه يفرض عقوبات ضد روسيا ويجيش قدراته ضد حربها على اوكرانيا تحت غطاء من الشرعية لكن في حالة الحرب العالمية على غزة موقف المحكمة يا سيادة القاضي ادى لإسرائيل مبرر انها تكمل حرب الابادة اللي بتنفذها ضد الفلسطينيين ولما تبقى المهلة تنتهي تكون ابادة من الفلسطينيين اكتر واكتر وغيرت طبيعة الوضع على الارض وحولت غزة المكان ما يصلحش للحياة معالي القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية المنتخب عدت نص المدة اللي المحكمة ادتها لإسرائيل وجيش الاحتلال مكمل في جرمته في غزة دولة الاحتلال كعادتها مع الشرعية الدولية لا سمعت ولا نفذت واستهترت بالقانون والمواصيق محكمة العدل الدولية قمرت سيادتك إسرائيل انها تمنع اي اعمال ابادة في غزة لكنها في 15 يوم نفذت اكتر من 2000 مجزرة جيش الاحتلال ارتكف في اسبوعين من وقت ما اعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير اللي فات انه لازم اسرائيل تمنع التحريد على الابادة في غزة وتعاقب عليه على جرائم كتير عملتها ضد الانسانية من وقتها زاد عدد الشهداء اكتر من 2000 شهيد واكتر معظمهم من الاطفال وقت ما صدرت قرارات محكمة العدل الدولية كان عدد الشهداء 26083 شهيد النهاردة عدد الشهداء وصل ل28176 شهيد وقت ما محكمة العدل الدولية كانت بتؤمر الاحتلال الصهيوني انه يدخل المساعدات لقطاع غزة كان فيها 67400 مصاب والنهاردة زادوا 3000 جريح مش لقين ولا دوة ولا اكل ولا شرب ولا علاج حضرة القاضي نواف سلام احنا متفقلين بانسانية وعدالة المحكمة لانه قطر الارهاب الصهيوني عمال يدهسنا واحنا شعوب المنطقة مش حلتنا الا اننا نتشعبط في الشرعية الدولية حضرتك بجنستك اللبنانية وانتمائك العربي عارف وشايف ومعاصر لجرائم الصهيونية ضد العرب من وقت ما اتزرعت في المنطقة وحاصرت على مدار عمرك كل المجازر اللي حفظينها صم من دير ياسين واللد والطنطورة الكفر قاسم وبحر البقر ومسبحت الاقصى الاولى لحد مذابح قانة الاولى والتانية وكل مذابح غزة اللي شفناها كلنا بعنينا عارفين ان انتخابك مسئولية كبيرة واحنا فخورين ان قاضي عربي يبقى على راس بحكمة العدل الدولية ونفسنا بقى في العدل يا قاضي عايزين نبرد نارنا بعد ما عصرنا الموت بالتدريج مع الطفلة هندي رجب هندي يا حضرة القاضي اللي عمرها ست سنين لقوا جثتها مقتولة في عربية وسط ست جثس العالم كله كان بيدور على هند وخايفين تكون ماتت ما كانش حد متخيل ان الدبابة اللي كانت بتضرب عليهم نار وقتلت عيلتها كلها وشافت انها هي الوحيدة الحية لمدة 3 ساعات على التليفون ممكن تتعمد تقتلها هندي ما تقتلتش مع عيلتها يا سيابت القاضي لانها قعدت على الخط مع موظفة الهلال الاحمر لمدة 3 ساعات هندي تصفت وتقتلت هندي تقتلت عن عمد ومع صبق الاسرار والترصد وتقتل معها اتنين مسعفين وقتل الاتنين المسعفين يا سيابت القاضي بيأكد ان القتل كان عن عمد وان قتل الطفلة هندي رجب كان تصفية مع صبق الاسرار والترصد عشان ما تبقاش ايقونة الاطفال في غزة ولو حققتهم في الموضوع وسمعتهم شهادة امها هتعرفوا ان البنت اتخدت من العربية حية وتقتلت هندي تقتلت هي والمسعفين احمد المدهون ويوسف زينو اللي تقتلوا بقصف عربياتهم قصف مباشر متعمد الام سمعت بودنها صوت باب العربية وهو بيتفتح وانتهت تصلها بهند وقعدنا 12 يوم بنناشد العالم ينقذها ويقولنا ما صيرها طيب هل في جهة هتحقق في شهادة مسؤولين الهلال الاحمر اللي اكدوا ان المسعفين وصلوا لعربية هند وكانوا شايفينها قدامهم وبعد كده تقتلوا عمد هند كان اخر كلامها وهي بتكلم ووظفة الهلال الاحمر كانت بتترجعها وبتقول لها خديني تعالي امان عليكي خايفة تعالي وقبلها قريبتها اليان برضو تقتلت بدم بارد وهي طفلة امرها 14 سنة هند شافت الرعب ده كله بعنيها عاشت وسط جسس ساعات طويلة صعبة انهي عادل ده يا سيادة القاضي اللي ما يقومش الدنيا وقعادها ابادة دي ولا احنا بنعلن رجوع قانون الغابة على الارض لما دبابة تقتل طفلة ده اسمه ايه هما الاطفال اهداف في الحروب يا حضرة القاضي هو مش عربيات الاسعاف لها حصانة في القانون الدولي هو انتهاج القانون الدولي فعل مباح هي محكمة العدل الدولية كيان شرفي ولا مؤسسة لها ادوات وانياب هو استهداف عربية فيها مدنيين بدبابة من مسافة قريبة بيعتبر من اعمال الحروب هو قتل الاطفال من المسافة صفر بطولة عند جيش الاحتلال يا حضرة القاضي انتهت نص المدة اللي المحكمة ديتها الاسرائيل عشان تثبت انها مش بترتكب جريمة ابادة فكملت جريمتها الارهاب الصغيوني بيدوس الشرعية الدولية بجنازير الدبابات انا بكلم حضرتك واسرائيل بتهدد انها تكتاح مدينة رفح اللي فيها اكتر من مليون ومئتين او تلتمائة الف نازح كمان ماضين حياتهم هروب من الموت بقى لهم خمس شهور ومش مهتمة باي تحذيرات العالم كله بيحذر من كرسة انسانية في رفح واسرائيل مش بتسمع ولا بتنفذ العالم بيحذر من كرسة انسانية فوق الوصف والاحتمال ومصر يا سيادة القاضي حذرت من هجوم اسرائيل على رفح واكدت ان اي هجوم على الجزء الفلسطيني من الحدود مع مصر هينهي اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل نتنياهو رئيس وزراء الكيان الارهابي اللي اسمه اسرائيل يا سيادة القاضي بيستدعي الاحتياط كله عشان ينفذ خطة التهجير اللي العالم كله رفضها وبيقول ان مليون فلسطيني لازم يسيبوا رفح تحت النار ويروحوا شمال غزة اللي ما فيهاش مكان مؤهل للحياة يروحوا ازاي يروحوا مشيا على الاقدام رفح اخر مكان آمن يا سيادة القاضي الاكتر من مليون نزح فلسطيني تحت القصف والاكتياح والعالم لسه غرقان في العار وقعب يتفرج العالم كله يا سيادة القاضي بيتحمل المسئولية يا رئيس محكمة العدل الدولية ومحكمتك الموقرة اول المسئولين اطفال غزة وشعبها تعبوا من النزوح والموت واصوات الصواريخ والانفجارات والموت تحت الانقاض اللي بيحصل في رفح هو اللي حصل في حالة الطفلة هند رجب احنا كنا عارفين هي فين ومكانها فين وكانت حية وبعد ايام لقوا جثتها وجثت كل اللي حاول ينقذها ورفح معروف مكانها على الخريطة ووضعها في الحياة ومش مقبول يا حضرة القاضي اننا نصحى من النوم ونعرف ان عشرات الشهداء ماتوا على ايد اسرائيل ونعمل نفسنا متفاجئين يا سيادة القاضي نفذوا العدل يا قضاة محكمة العدل لاننا مش هننسى كل جريمة وكل شاهد وكل صامت ولا عمر التاريخ هينسى مصر جديدة اهلا بيكم اشتركوا في القناة